يوما تاريخيا خالدا عاشته جماهير مدينة زاخو في ظل حكومة إقليم كردستان بعد أن وجه السيد مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان على تحويل المدينة إلى إدارة مستقلة اليوم تقيم الإدارة المستقلة لقضاء زاخو بمناسبة مرور سنة على إعلان الإدارة المستقلة لزاخو تقيم أمسية احتفالية بمشاركة العديد من الضيوف والجماهير مدينة زاخو يتضمن الحفل كلمة لسيد مشرف الإدارة المستقلة سيد جودار شيخو وفي المين وثائقيا حول الخدمات والمشاريع المنجزة طيلة السنة الماضية والخطط المستقبلية لتطوير مدينة زاخو وأقضيتها كرنفال كبير تم تنظيمه من قبل مديرية الثقافة والفنون بمناسبة الذكرى الأولى على إعلان الإدارة المستقلة أقيم على ضفاف نهر الخابور وتضمن عروضا غنائية لكبار الفنانين إضافة إلى تقديم عرضا للدباكات الفلكلورية الكردية اليوم يوم جليل يمنع أهالي زاخو نشكر حكومة كردستان على هذه المبادرة الجليلة نشكر سيد مسعود بارزاني مسرور بارزاني لأنه قدم هذه الخدمة لأهل زاخو وهذه الخدمة ستجسد لنا الخدمات التي يحتاجها أهل زاخو اليوم نحتفل بمرور سنة على تأسيس إدارة زاخو المستقلة من قبل حكومة أقليم كردستان وهذه الإدارة قدمت مشاريع كثيرة لمدينة زاخو وبهذه المناسبة نهني شعب أقليم كردستان عموما وإدارة المستقلة زاخو بهذه المناسبة ونشكر حكومة أقليم كردستان كلمات عرضت فيها الإنجازات والمشاريع التي تم تنفيذها فيما أشاد المراقبون بالتغييرات التي شهدتها المدينة بعد استحداثها وفي الختام الكرنفال تم تكريم عدد من الشخصيات المبدعة التي كان لها دورا متميزا سجلت مدينة زاخو علامة أخرى في سجلها الجميل لتنبثق في نطاق أوسع من خلال إنجازات متنوعة نجلة سندي زاكروس تيفي زاخو ترجمة نانسي قنقر